بسم الله الرحمن الرحيم. يا ركتن و سهلا مع حضراتكم. لو انتم مشاكعين دوتا انا هموت و مش تخسر حاجة. لا اعملت لايك اعملت سبسكرايب او لو عايز تنجز وتعفل الفيديو عشان خاطر تروح تحضر الحقلة بتاع الترول براحتك يا صديقي بس اما حاجة وانت راجع كده تكمل الفيديو و مش تخسر حاجة اما انتم مشاكعين ارسنان فالله اكون فهونك. اما لو انتم واحد بتقول لي انت لابس ليه لفربولي هسر وتبتكلم مع دوتا انا همو ارسنان اقول لك ل انا هنفعش هلقص دلوقتي تكاوبات. مش هنقعد نشتغل لك ولات حكا لبقى. احلى حاجة في مباراة النهاردة ان مفيش واحد من جمهور ارسنان كده كان يقدروا لك ان ما والله ارسنان كباراتش حاليفوز. صلاحة يعني. لا دوافع ولا مستوى الفرقة جوة الملعب ولا مستوى لتم مدربين ولا مستوى لاستعداد النفسي بالنسبة لعبة ارسنان او لعبة توتن اهم في فرقة مستعدة نفسية تكسب في درب شمال لندن عشان توصل المركز الاول اه باربعة عشر نقطة وفرقة تانية ما عادي جدا ان اوصلت لخمستاشر نقطة او سستاشر نقطة مش هفري كتير. فالموضوع بالنسبة لفرقين كان مختلف تماما. خبرات ارتيتا مقابل خبرات جوزي مورينيو الموضوع مختلف جدا. شخصية الفرقين جوه الملعب مورينيو فيه شخصية ستة جوه الملعب. اربعة اتنين تلاتة واحد. احد في اربعة اربعة اتنين. والفرقة احيانا بتلعب اربعة اتنين اتنين اتنين. وتبقى شخالة زي الفول. اما عرسن البقى. فالنهار وتقرطتها لك سيبك من تلاتة اربعة اتلاتة. سيبك من اربعة اتنين تلاتة واحد. انا نلعب لربعة اربعة اتنين. وليه عما اطلتك كده? قالك بس قوة. دول انهار بيحب يلعب على اطراف. بيحب رجلون نحت نحت الشمال. وبيحب كمان يكونوا قدامه اه يوميسون فاحنا ندافع بتنين لحيبك يندلك وسرعات في الجنب ده. نلعب نحت الشمال مسلا هنلعب بكين انترمني وقدامه بيابو ساكع علشان خاطر يقفل الناحية اليم بتاع توتنهام. والناحية التانية هنلعب هنلعب هكتور بريلين وقدامه وين عشان خاطر مفترض الاربعة بيمتلكوا الصناعات على الورق. فالاربعة في الحالة الدفاعية هيلتده وما هلعبين توتنهام. فكده هتخنق توتنهام. وموضوع ان هالكين ينزل وسطوماس بارتي واتشاكا هتكون صعبة شوية. فالورق كان الفكر يعني كويس. انما جوه المنعب سون في اول ربع ساعة بيقول له خد فكرك ويشتري بالدخل برا. بيدي له حتة واحدة عالمية بتروح في السوكة عشان خاطر المباراة تبقى واحد صفق وارسن المقبر ان هو يخد القورة وروح يهاجب. يا اخي. سبحان الله نفس البارسن ايجا برضو. لا وايه ارسن الحمد لله ان بلعب ربع ربع اتنين والاتنين والاتنين مستنين ملكاته باي وقت يعني. اه زكالة كزيت ولا زكالة ومينج والاتنين هي يعني حسينك ان هما. والله انا بلعب في ارسن عشان خاطر ما عنديش غير كده. والمستقبل بالنسبالي اه احنا افضل اكمل لحد ملاب سنتين تلاتة وهنط يا ولا مردي دي الناس بتموت هناك من الضغط والسكر واللي بيحصل معهم فقط. موضوع ان ارسن بقى ماسك القورة جوه الملحب حس كده فيه فيه بلود كده جوه الملحب مفيش حد عارف ان هو يخلق خورة السكرة بتيجي من اليمين تروح الشمال بيلعب عضيات اللي مريني وعايزه عشان خطر العنق الدفاع بتاعه هيقدر ان هو ياخد كورة عرضية في الثمنتاشر. وفجأة بقتمتنفس كل اللي مريني وعايزه وفجأة ماسك انت الكورة وده ده نعم بيروح عليك م مدية يعني ارسنال كانوا بيحلموا توماس بارتي من زمان يا اخي انهار قلوه في دير بشمال لندق دمتوت انهام توماس بارتي روح يمسك رجليه وروح علينا معاماك الارتتا وروح يقوم معاماك الارتتا ويغضي هو الاوفصيد ويسوني يتحرك من وراه ويستلم ويجيب الهالي كين ويجيب التاني دي مش الاهانة دي الاستهانة وده كل السواد اللي ممكن تشوهم في عالم كورة القضاء يعني فريق ارسنال السنة دي ما عنده شكل جوم كويس اشكل الدفاعي كانت مم تلاتة ايه فكرة انه هما اللي انه رجع تاني حالس اساسي فبدأ الدول ومساحة في موضوعية اتجاز عشان بيعرف اللعب برجليه وبيعرف الموضوع يطلع شوية قدام التمنتراشن في الموضوع ان احنا نلعب بتلاتة خمسة اتنين او تلاتة اربعة تلاتة دي خلاص ويبادش موجودا فانغير التلاتة لعب اربعة اتنين تلاتة واحد عندناس سنة على العب تب نلعب اربعة اربعة اتنين برضو ما عندناس سنة على العب يعني لعب مرتبط بس او حتى كمان يعني هنجري ساكة ونجري ويليم اللي هو بصدفل بحث تلاتين سنة والله والله العظيم في حديد بتاع سنة في ارسنل انت ما تفهمها بجد يعني تفهمش يعني يا دي افكار بتاع مدرب ولا دي افكار ماشي ازاي يعني انا بص انا من الناس اللي كانت معجاب ميكل ارتتة جدا والناس اللي شايفة ان ارتتة تسرع في شغل مع ارسنل لان الفرقة دي مش محتاجة مدرب الفرقة دي محتاجة مدرب ولا عيبة هتقول لي ما ارسنل فينجل كان بيقدم اداة كويس فينجل كان عنده شخص شخصية ستة مع الفريق الفريق بيلعب كرة جمالية كاس بريق خاصلين متعدلين بنلعب كرة حيوة انما بعد رحيل فينجل حاول يغيروا شخصية الفريق معرفوش لحتى الوقت اللي هم خلوها هقومية ولهم خلوها دفعية وارسنل في الوقت بقى ما عندوش هاوية تماما وحتى هاوية لارسنل فينجل كان محتفظ بها وبادش موجودة فموضوع ان انت تقول لي والله فينجل لو كان معاكز وكذا 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 لأ فينجل نفسه كان حكاية ورواية وكان قصة وهو الملعب انما هت تقول لي لعب ارتيتا عنده مشاكل طبعا عنده مشاكل طبعا بيتعلم طبعا بيواجه مشاكل كتير طبعا ما عندوش طريقة لعبة سافتة انما مورينيو من ناحية تانية بقى تقول لحاجة اس هيئة سبحان الله كاملة كده كده تقول انها كان عنده مشكلة ايام بوتشتينو ما كانش بيش اخصية سافتة الفريق وكما كانوا بالنسبة لهم زي الفول سونو وعاركين وكمان الشهيد دي هيقالي اللي واحدة من ايجابيات مورينيو ان رماع على الدكة ورماع برا الفرقة خالص وكان عنده مشكلة في مركز ستة بعد راحية موسى لمبلي اميل هوربرج بصفقة بصراحة كل ما بتكلم عن ان انا كنت منتقد الراجل لما بحس ان انا متسرع جدا بصراحة بصراحة مع كل مبارا الراجل بيقدي اداء ممتاز جدا والراجل ممكن يتشارك هو وراجل اللي هو الموضوع ان انه تتكلم عن ان هم من احسن صفقات الموسم والاتنين عميه اداء كويس وكمان ستيفن برجو ان الراجل اللي ما عندوش اي مشكلة انه في الحالة دفعية يرجع يرجع لحد اخر الخطة علشان خاطر يساعد الباك اللي قدام وما عندوش اي مانع خلص انه هو المكنهم القطع ولكن ينزل لعب مركز عشرة تلاقيه باسم منهم الطيارة طلع قدام مستني اه ان جارس بيلي ياخدوا الدور ده عشان خاطر يبقى في اتنين طيارات جارس بيلي هنا ويسون هنا وهاركين كمان يدي الجوفان الجلسي او يدي الكامجين دومبلي ويتحرك هو القدام هتبقى فكرة ممتازر هتبقى بالاربعة الاربعة اتنين اه بالاربعة اتنين واحد تلاتة ريه تبقى ممتازة جدا بصراحة ودوت النهام بصراحة يست استحقاك وارسنل ما ضيعش حاجة عشان متحقش عليك اه فيه الناس كان بقول لك الاستحواز سعين في المية مقابل عشرة يما دي استحواز بيكيش عيش حبيبي استحواز اللي بيكي العيشة بقى استحواز اللي بيكي ضيعت كم كورنة النهاردة قدام ممتازة نهام مفيش لا بيبقى تقولي استحواز عمال فيه الاستحواز حبيبي الناس كتير قطعت لها تتكلم على المقرأ وتهاجم ما هيكي لأستة وتهاجم كل حاجة بس عايز تهاجم الشخص الصح روح كلام عكرونكي ورو والله لما يدعمش الشواز ما يتكلمش على ان هو يشجع عرسنل هو سبحان الله كل المشاكل اتحلت وموضوع شرط الكابتنى اللي بقى عليها شعار الشواز خلاص هو دي المشكلة الوحيلة في عرسنل هو الله يمن فيه فايدة في الفريق ولا يمن فيه فايدة في اي حاجة وخلي المشاكعين بتوقعوا يعودوا التاليم مكتير عشان خاطر واضح ان الكلام ما اسا هو لا يكون هو السبيل اللي يحيد لجمهور راسنا اللي فوق فيه على النفسه واما لو انت مجمورة ترهم فما علشان انا اخرتك على الحفلة ارو وانت كده رايح ممكن تعمل لك او تعمل سبسكرايب وقلت لك قبل كده دافع كويس وسونو هاركين هيشور لك الشكل لجوم الواحدهم مش هزا قلت لك خاف لو سونو هاركين كان لهم حاجة لان يا عم خليهم اكملين زي ما هم او في الفانتازي سغلين زي الفل واخلق للك كانوا كابتنين سونو هاركين مشاكعين ارسنل واسكين او فرقتهم